موسيقى ما زالت البرويتة موجودة و احنا في دراستنا على سوق نهج اسبانيا مع المنتدات الانسيح وقصدية واجتماعية تبايننا عبر من البحوث التي اخونا بها ان البعزيزي او بروفايل البعزيزي بروفيلاج اللي عملناه للنصاب في نهج اسبانيا هو 90% شبيه ببروفيل البعزيزي حتى الجهة وحتى المنطقة السن عدد الاخوة في العائلة الخدمة خدمة الاب خدمة الام الوضعية من رأسماء الثقافي العائلة معناها بريسك ايدانتيك يبقى الفرق الوحيد هو والذي يثبتوا ان الثورة عرت او قامت بصبر اغوار هذا المجتمع هو العرش يبقى ان البعزيزي ينتمي لعرش ضعيف معنا كان البعزيزي قادر ياخد الكار ويهبط التونس ويهبط التونس من نجم ينصب رغم اللي هو مبوزيد ورغم اللي هو بطال ورغم اللي هو نصاب ورغم اللي هو وفقي هل خاطبش تنصب في نهج اسبانيا او في اي نهج من نهج العاصم يجي وانتنتمي لسوليداريتي معينة او عصابية معينة ان كانت حضارية او قبلية جاية من نزوح من مناطق الداخلي العرش اللي ينتمي له البعزيزي لحسني حظه او لسوء حظه او لحسني حظنا لانه انتج هذا تغيير هو عرش ضعيف لم يتمكن او لم يخطر ببالها او لم يأخذ حتى ما اتعبش ورح وغبط العاصم بش يخدم في نهج اسبانيا شيرت لكل الثورة والبرويتة كانت وما زالت موجودة في الواقع التونس الحل الامني هو الحل الاسهل والاسرع والعنده اثر معناها واضح وملموس بالعين المجردة على المدى القسير هو السلطة والقدرة الامنية ساعات يكون لا بوليس ساعات يكون ديوانة ساعات يكون حارس ساعات يكون سياسي الامن او السلطة عن طريق الامن هي اللي تقنن وتعدي وتعمل رار الريجولاتور متع الاليكونامية قبل وصلت في عهد بن علي معناها ثم وزير علينا في ذكر اسمه هو اللي ينظم تجيبوا الكراتب تجيبوا الماكلة تجيبوا السكر ووقتش تجي العلالة ووقتش تجي كذلك وكانت الدولة درجات في الريجولاسيون الى ان جاي الحل الجديد في السياسة الجديدة حيث يمتع معناها الحل الرديكالي العنيف القضاء عليهم معناها في الفضاء العام كي جاي وعملوا قلب بش نعملوا أسواق للي هارف تونس العاصمة اولا بش تعملوا نعطوا ايتيك مو ايتيقيا واخلاقيا انت تقول انا ضد الاقتصاد غير نظامي بش تجي تعمل سوق فاش تبيع فسلاة مثل كونترا معناها قمة الناشيز اولا ثانيا الاسواق هذية لم يناج مو متاحة اولا في السنتروفيل ثانيا في السنتروفيل اللي يعرف سنتروفيل فهم مشاكل عقاري مشاكل متاع اراضي متاع كراء متاع ملك اجانب وحق البقاء وحكاية هذي نك بش تلقى معناها هذك فضاء مناسب سعيب يسر دونك بش يكون سوم كراء كبير غالي والعباد اللي بش تجي تنصب غادي لازم هتدفع سوم غالي دونك ما سابدك وليقدرش عليه بش تجيب عباد اخرى ثانيا كيف شكثر سوم كراء بش تغلى السلع حتى الكلونتين المعنية بالأمر المعنية بالتنمية اقتصادية واجتماعية والحق في الاستهلاك مايش بش تجيك دونك ثالثا اقتصاد الشارع يقوم على اساسها مش على كليونات يقوم على كليون بتانسيال ماذا معنى؟ ثم عبد يخرج من دارو بش يمشي للسوق هذيك ثم عبد ماشي يحوس في الثنية يلقى حاجة اخذها يعني نخدم مع البربابيليتي احنا بتاع كليونات اخر الحاجة الكونتيتي السوق هذي والاسوق هذي مهما كان بش يكون عددها ما تستوعبش لعدد الكبير انت عن نصب طبقيا الخدمة هذي تنتدب وتجيب في برشعة بالالف الاسواق هذي تنجبش تخدم اكثر من 200 300 400 500 دونك مشيرت لكل الحل هذا موش به ولا موش افكاس وإلا ينجم يكون يتوجد بش ينقص الفوليوم أما موش بش يشمل نسكل انت اليوم كي نصاب هذيك اللي مينجم يخدم كان خدمة هذي بحكم انتمائه الطبغي بحكم تكوينه الثقافي وتنشيئته نجم يخدم كي نخدمة هذيك انت منحيتش النصابة بارك اقصاد غي نظامي بارك نحيت الحرق وزيت اكثر رقم طوى متاع منع هجرة في العالم قايت حقق في تونس برافو نحينا الكنترا ونحينا النصابة في الشارع ونحينا الحرقة ايش نمشي عمو الله بديد واناها السؤال انت نحيطه النصابة اللي هو نجم يعملها كان هاي ونحيطه الحرقة اللي هو نجم يعملها تيونيل لسونسورسو سيالو مسكر الدروس اللي قاها هو نحيطه له عنده النفق الانفق ذهري في العالم كله ولت مشكلة نحينا له النفق اللي عنده هذي شنو بشعم نحينا شنقول شنو بشعم خليمش يقوله نظر انه العبد بشتولي مجرمة ولا بشيقول ره بشيعمل ثورة شنو بشيعمل العبد دونك اليوم انت كي نحيطه رموش بشيعمل الشيعم هاي بشيقولك عليش على خاطر هم الطبقة هذي همش طبقة وسطة الحركات الاجتماعية والتنظم النقابي والاحتجاج هي من سيمة الطبقات الوسطة وطبقات الوسطة العلي الطبقات الأقل مراكمة رأسمي الثقافي واجتماعي والتي تنشأتها مختلفة ووضعيتها مختلفة راهي ما تحتجش بالطريقة الكلاسيكية تحتج بطريقة مختلفة هي أصلا النصب اللي عملها هو نوع من الاحتجاج هو نوع من الحركات الاجتماعية سميها أصف بيات اللي نومو بمو سوسيو اللي حركات الاجتماعية الزحف والهاد يقول المواتات معنا انو كي يجيك ينصب لك واللي يجي بربش واللي يجي يعمل باركينغان فورميل هو نوع من التحرك الاجتماعي هو نوع من الديناميكي الاجتماعي هذك هو احتجاجه لا يقول لك أين نحتاج لا يوجد بلوش لأنه قاعد يحتاج قاعد يغير في المجتمع لا يوجد بلوش لأنه يغير في المجتمع ما هو البديل؟ البديل الذي اقترحته هو أنه اقتصاد الشارع يظل في الشارع ما معنى؟ مثل تنهج اسبانيا ناس بين فيه خمسين، يولو عشرين، يولو خمستاش وتولي عنده مكان معين هذا موجود في كوكب الأرض الكلة ليس إبداع تونسي، بلاسة معينة ويتولي عنده باتيندة ديجا أنت متنجمش تمكس المنطلق اللي هو الحدود في الترمينوس تعمل مكس وتدخل فلوس، وتعمله باتيندة وتعمله ورقة في الكنام مثلا ويدفع ضريبة، وتولي تعرفوا شكون وتحددهم عبر دراسات العبد الهدية وتولي في الشوارع الكل بشوية نمبر، معنى تولي الشوارع الكل فيها كالكوزان ناس بي بيبيعش نفس السلعة مثل الحانوت عنده إيتيكو شارط متاع الكلام نيت بوفه بإنظافها متاعو كي ينصب كي ينصبش الحل هذا إفكاس يشمل العبد الكل إلى جانب الأسواق ويحل تقريبا المشكلة ويحل برشا من شكل أخرى منها الفيسكاليتي، منها الليجاليتي منها الليجيتيميتي علش لا؟ من عرشه علش لا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة